حققت برامج الفن الساخر على القنوات اليمنية هذا الموسم مشاهدات كبيرة وصفت بأنها الأعلى من بين البرامج السياسية والاجتماعية الأخرى وعزى مراقبون ذلك إلى طبيعة البرامج الساخرة التي عادة ما تقدم بقالب كوميدي وبسيط يستهوي الجمهور ويصبح محل متابعته واستمتاعه يا مراحي نسي النقاة في سبيل الله ما شاء الله ما شاء الله الدنيا عضيح اليمن عيروح إسرائيل قدي في تعز ساعت هذه البرامج والفيديوهات للوصول إلى قناعات المواطنين وإيصال رسائل سياسية وتوعوية لهم خاصة في ظل سيطرة الانقلابيين على الدولة وتجريف العمل السياسي والمدني مشاهد كهذه وغيرها استخدمها الفنانون في كشف حقيقة الانقلابيين بقالب كوميدي يوضح للمشاهد سوء الإمامة ومخاطر الإماميين الذين انقلبوا على الدولة لم يكن هؤلاء الانقلابيون بمعزل عن هذه البرامج التي دخلت كل بيت يمني وحققت مشاهدات واسعة بل حاولوا محاربتها بشتى الطرق ففي ثمار على سبيل المثال أقدمت الميليشيا في منتصف شهر رمضان على اعتقال أحد أصحاب محلات الأنترنت واتهمته بأنه يضع حلقات عاكس خط الفنان محمد الربع في أجهزة الكمبيوتر لتسهيل مشاهدتها لرواد محله انتهاكات الميليشيا على طول البلاد وعرضها وفرت مادة خصوة للفنانين قدموها بقوالب ساخرة توضح مدى حجم وبشاعة الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين كما كشفت لمتابعيها اعتماد الميليشيا على الدعوات المذهبية والشعارات الطائفية الزائفة مراقبون اعتبروا انتشار هذا النوع من البرامج سواء على القنوات الفضائية أو اليوتيوب مؤشرا على ضيق المجتمع من الأوضاع الحالية ورغبته في عودة الدولة فيما اصبحت منصات ومواقع التواصل الاجتماعي المتنفس الوحيد المتاح للمواطنين في ظل التعتيم الاعلامي الشديد والسيطرة على وسائل الاعلام الرسمي والخاص ومصادرة الانقلابيين لكل المنابر ووسائل الاعلام التي لا تدين لهم بالولاة اشتركوا في القناة